اليوم حبيبتي سوف أشارك معكم كريم فعال مبيض بامتياز يوحد لون البشرة يعالج جفاف البشرة كما أنه سوف يساعدكم حتى لمن تعاني من مسامات واسعة بالبشرة سوف يعمل على تقريص حجم هذه المسامات كريم ممتاز وذلك باستخدام كريم نيفيا الزرقاء بالنسبة لنيفيا الزرقاء ضروري أن تتأكد من النوعية الأصلية التي تكون مطبوعة من الداخل فالإسم الكريم المطبوع من الداخل يكون أصلي 100% دائما يجب أن تكون المكونات أصلية 100% حتى نتحصل على نتائج تكون إن شاء الله نتائج رائعة ومرضية إذن أتمنى منكم بداية الاشتراك في القناة إذا لم تشاركوا بعد أيضا لا تنسوا تفعيل زر الجرس أيضا لا تنسوا الضغط على زر لايك لهذا الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة إذن على بركة الله سنتعرف على أول طريقة لتحضير هذا الكريم بالنسبة لهذا الكريم سنحتاج تقريبا إلى كمية من كريم نيفيا الزرقاء يمكن لمن لا تتوفر على كريم نيفيا الزرقاء استخدام كريم نيفيا الصوفت فهو يعطي كذلك نتائج رائعة وفعالة هو مبيض مرتب للبشرة كذلك يفتح لنا البشرة بالخصوص إذا قمنا بدمجه مع النشا نشا الدرة أو ما يعرف بميزنا يمكن أن تضيفوا نشا الدرة أو نشا البطاطس يعني حسب أي نوع نشا متوفر لديكم يمكنكم أن تقوموا باستخدامه وتقوموا بدمجه جيدا جيدا مع كريم نيفيا بالنسبة لهذه الوصفة حبيباتي فهي تصلح لكل أنواع البشرة بما فيها دوات البشرة الحساسة البشرة الدهنية كذلك المختلطة الخطوة ضروري أن نقوم بالخلط جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعض بالنسبة هنا لمن تكون بشرتها دهنية يمكن أن تقوموا بمضاعفة كمية النشا حتى يساعد على امتصاص تلك الزيوج التي تكون في المسامات أو في البشرة أنا قمت هنا بوضع أو تحضير هذه الكيمية أنتم يمكنكم استخدام علبة كاملة إذا أردتم يعني دائما الكيمية حسب الاختيار لأن بالنسبة لهذه الوصفة تبقى مدة طويلة جدا أي تبقى صالحة حتى تنتهي لكم هذه الكمية كما تلاحظون قمنا بدمج المكونات وحسننا على كريم بالنسبة لهذا الكريم يستخدم في الليل لماذا حتى لا تتعرض البشرة إلى الشمس؟ لأن كريم نيفيا لا يجب أن نقوم بتطبيقه على البشرة ونتعرض لأشعة الشمس من الأحسن أن تقوموا بتطبيقه بالليل وتركوه مدة ليلة كاملة حتى الصباح بعد ذلك تقومون بغسل بشرتكم ولكن عندما تقومون بتطبيق حبيبات ضروري أن تقوموا بتدليك البشرة جيدا جيدا حتى يتغلغل في أعماق البشرة ويعطينا تفتيح ترطيب كذلك تبييد لدرجات بالنسبة لهذا الكريم يمكنكم تطبيقه وأن تناموا يعني ليلة كاملة ثم تقومون بغسله في الصباح بماء فاتر ستلاحظون تفتيح في بشرتكم رطوبة بالخصوص إذا دومتم عليه بشكل يومي داوموا علي حبيباتي سيعالج كل البقع الإصمرار أما بالنسبة لمن تعاني من كلف أو نمش سوف أشارك معكم كيفية يعني عمل كريم نيفيا ببعض المقونات القوية التي سوف تزيل لنا النمش والكلف كما ترون هنا الكريم يعني قد تشربته البشرة يعني يمكنكم أن تطرقوه لغاية ليلة كاملة هكذا يعطيكم تبييد تفتيح للبشرة كما أنه يفتح ويرطب البشرة الآن سوف نمر إلى طريقة يعني كيفية علاج النمش وكذلك الكلف بالنسبة للوصفة سنحتاج لكيميا هكذا من كريم الفازلين سنضيف معها مكون قوي ممتاز رائع جدا وهو الكركم سنضيف تقريبا رأس ملعقة صغيرة من الكركم ضروري هنا حبيباتي أن يكون كركم طبيعي 100% يعني غير مزود ببعض الملونات أو الإضافات سنحاول أن نقوم بدمج المكونات مع بعض هكذا وصفة فعالة ممتازة تزيل لنا الكلف وبالخصوص الذي يكون يعني كلف قديم أنصحكم باستخدام الكركم الكركم معالج لهذا المشكل بشكل رائع وفعال كما أنه آمن آمن على جميع أنواع البشرة لمن بشرتها تكون جافة وبها الكلف أنصحكم باستخدام هذه الخلطة لأنها رائعة ومجربة تستخدمونها بشكل يومي لبشرة الوجه لمن بشرتها تكون دهنية يمكن إضافة بضع قطرات فقط من عصير الليمون الحامد دائماً عصير الليمون الحامد حبيباتي اختياري أنصح به دوات البشرة الدهنية أما دوات البشرة التي تكون حساسة أو جافة من الأحسن الإبتعاد عنه لأنه أول شيء يحسس البشرة كما أنه يعطي يعني يجفف البشرة من الدهون كما ترون حصلنا على خليط بهذا القوام تأخذون كمية ثم تبدأون بتمريره هكذا إذا أردتم يعني تطبيقه على فقط تلك المناطق التي بها الكلف يمكنكم أم إذا أردتم أيضاً تطبيقه على كامل بشرة الوجه يمكنكم لأنه آمن جداً ضعوه كذلك حتى لمن تعاني من الهالات السوداء ضعوه كذلك تحت العينين لأننا لم نضع فيه أي مكون قد يحسس البشرة أو يعني عصير الليمون الحامد وضعنا فقط مطحون الكركم وكذلك كريم نيفيا هذا الكريم معالج يزيل الهالات السوداء يبيض يفتح ألكركم من أقوى المكونات الفعالة والطبيعية كما أنه آمن أنصح باستخدامه بالخصوص لجميع أنواع البشرة مهما كانت بشرتكم حساسة أم جافة استخدموا هذه الخلطة لمن تعاني من الكلف أو النمش يعني بالنسبة لكريم نيفيا يمكنكم استخدامه ودمجه مع بعض المكونات التي تكون طبيعية من مطبخنا كما أقول دائما أي شيء يؤكل فهو يوضع على البشرة لذلك يجب أن نستفيد منه حتى خارجيا وذلك بتطبيقه لبشرتنا بالنسبة لهذه الوصفات فهي آمنة كما أن المكونات متوفرة في كل بيت يعني يمكنكم أن تقوموا بتحضيرها كما أن هذه الوصفات يمكنكم أن تقوموا بعمل كمية كبيرة منها ثم استخدموها بشكل يومي مدة صلاحيتها تبقى إلى غاية ما تنتهي كمية هذه المكونات إذن كما ترون حبيبتي كان هذا هو فيديو اليوم أتمنى أن أكون قد أفدتكم بوصفات اليوم إذا أعجبكم هذا الفيديو بطبيعة الحال لا تدخلوا علي بالضغط على زر لايك وأيضا مشاركة هذه الوصفات أو هذا الفيديو مع الأصدقاء والمعارف وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي إذن نلتقي في فيديو جديد حبيبتي ودومتم في أمان الله